مئة ألف أسرة توثق رسميا منذ انطلاقة البحث الاجتماعي خلال المنتصف من شهر كانون الثاني من العام الجاري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد أعلنت أنها في صدد تخصيص الإعانات لمن هم تحت خط الفقر وضمن مليون وسبعمائة ألف أسرة من الذين تقدموا لشمول المالي ضمن المستحقين في عموم محافظات العراق بعضهم سجل عبر البحث الميلاني وآخر عبر النافذة الإلكترونية وصلنا بحدود أكثر من 200 ألف أسرة تم جراء البحث لها في جميع المحافظات حقيقة اليوم فرق البحث الاجتماعي ستصل إلى جميع المستحقين من المتقدمين على النافذة الإلكترونية وإن شاء الله جهود الوزارة والهيئة الحماية الاجتماعية مستمرة للشمول هذه الفئات الضئيفة المستحقة لخدمات الوزارة وأشادت جهات اجتماعية بهذه القطوة الحكومية مطالبين في الوقت ذاته بتوسعة أعداد المشمولين فضلا عن احتساب الاحتياجات المنزلية للمستحقين بين أجهزة كهربائية وإنترنت وشمول من يمتلكون أجهزة هواتف نقالة متعددة في داخل الأسرة الواحدة خلي بنظر الاعتبار أن الأساسيات الحياة أصبحت كثيرة مثلا محتمل عائلة أعتها سيارة يعني أكو سيارة رب العمل يعني رب العائلة أو الإبن عندها سيارة ولكن يعني أعتقد غير كافي المورد مالت غير كافي لعائلة عائلة خاصة إذا كانت كبيرة يعني أكو قضايا لازم تأخذ بنظر الاعتبار أساسيات مثلا الأجهزة الكهربائية اللي بالبيت يعني وتعد الإعانات الاجتماعية مساهمة اقتصادية في تعزيز رفض شريحة العائلات والشباب ممن هم تحت خط الفقر في وقت يتطلع فيه مهتمون إلى تقليص العراق للشرائح غير المحميات اقتصاديا واجتماعيا من بغداد صابرين كابل العراقية الإخبارية